30 شخصا على الأقل قتلوا وآخرون جرحوا إثر سقوط حافلة ركاب من فوق جسر بالقرب من آفيلينو في مقاطعة نابولي جنوبية إيطاليا وكانت الحافلة التي تقل أربعين راكبا تقريبا استضمت بنحو عشر سيارات قبل أن تسقط من أعلى الجسر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 15 مترا ما من حصيلة رسمية أعلنت بعد غير أن الشرطة تقول أن الأولوية تتركز الآن على إنقاذ الأشخاص الجرحى وإخراجهم من السيارات المتضررة ومن بين الجرحى عديد الأطفال